مرة أخرى يعود الحديث عن الأموال المسروقة من مصر في ليبيا المركز في بنغازي في أواخر 2017 بعد ألقاء القبض على زوجين فرنسيين بداية أكتوبر الجاري وبحوزتهما 20 ألف يورو من الأوراق النقدية التالفة كان يحاولان بيعها بأقل من قيمتها في السوق صحيفة لوباغزيان الفرنسية وفي مارذ حديثها عن القضية قالت أن محاققين عثروا على جزء كبير من الأموال المنهوبة من أحد بنوك بنغازي والتي تقدر قيمتها ب160 مليون يورو وهو ما اعتبرته الصحيفة أكبر عملية ضبط للأوراق النقدية الليبية على التراب الأوروبي وبالعودة إلى أصل هذه الأموال أشارت لوباغزيان إلى أنها تعود لسنة 2010 عندما طلبت سلطات ليبيا أنذاك ولسبب مجهول جلب ما يقارب المائتي مليون يورو من البنك المركزي الألماني ليتم تخزينها في أحد مصارف بنغازي فيما لم يعرف الغرض من ذلك ومع كشف الهمم المتحدة أن صدام نجل حفتر كان وراء عملية النهب أكدت الصحيفة الفرنسية أن حفتر استخدم ثمانين مليون من الأموال التي كانت في حالة جيدة في شراء أسلحة ومعدات عسكرية بينما تم تبديد مبالغ أخرى أو وضعها في بنوك آمين وفق عمليات تتبع لهذه الأموال وهناك كشفات لباغزيان جزءا من الأموال المنهوبة بيعت في تركيا بأقل من 20 إلى 40% من قيمتها الحقيقية بينما تم اختار البنك المركزي الأوروبي في 2018 بإعادة بعض الأوراق النقدية إلى أوروبا من قبل أشخاص يحملون الجنسية التركية وبعد فتح تحقيق أممي في القضية طلب من البنك المركزي الأوروبي في أوائل 2020 تتبع الأوراق النقدية التي يحتفظ بأرقامها بينما قال محاققون أن القصة لن تنتهي متوقعين عودة الأموال إلى الظهور في جميع أنحاء العالم لسنوات أخرى مع استخدامها في عمليات تهريب مختلفة ترجمة نانسي قنقر